بسبب الظروف اللي بتمر بيها البلد حاليا فيه اجراءات فورية وعاجلة تم اتخاذها من قبل قيادات وزارة التربية والتعليم لازم تعرفها في الفيديو ده لو انت عندك طالب او طالبة من اول كيجي وان لحد تلتة سنوي حتى الجامعات لازم تشوفوا الفيديو ده للنهاية لان الموضوع زي ما قلت لكم مش موضوع الغاء امتحانات وبس كل الناس اللي بتطلع بتقول الغاء امتحانات ده في حاجات لازم تعملها علشان السنة مدعش على ابنك او بنتك تابعونا للنهاية علشان نعرف كل التفاصيل وهنعمل ايه بالصوت والصورة وحاجات وخطوات مش هتشوفوها في اي مكان تاني تابعونا للنهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في قناة طريق المعرفة لو اول مرة تشوفونا ويهمكم تعرفوا كل الاخبار ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا الجديدة وعايزين يا جماعة نوصل الفيديو دوت لأكبر عدد من اللايكات عايزين عشر تلاف لايك على الفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من الناس اولا ده كده احنا على موقع وزارة التربية والتعليم ده الموقع الرسمي في رسالة مصورة لسه من ساعتين بالزبط او من ساعة طارق شوقي في رسالة مصورة اليوم طبعا قال بسبب الظروف اللي بنمر بها حاليا من تداعيات انتشار اه الفيروس قال ان الوزارة وفرت مكتبة الكترونية بجانب بنك المعرفة اللي هو دي بقى هيبقى فيها كل المناهج الدراسية كاملة من لحد تلتة سنوية زي ما قلتلكم هنا ده الرابط اهوت الرابط زي ما انتم شايفين ادي كده الرابط انا اسيب لكم الرابط ده في الوصف بتاع الفيديو هتضغط بس كده اول ما تخش على الرابط بعد كده هتضغط على كلمة زاكر الان تمام وبعد كده مسلا تختار اي مادة من المواد اللي انتم شايفينها دي مسلا انا عايز اللغة العربية هضغط على اللغة العربية هيفتح لي بقى هنا من اول الصف الاول الابتدائي لحد تانية سنوي تمام مش لحد التالتة سنة وزي ما قلتلكم علش هي الحد التانية سنوي انا مسلا عايز صف الرابط الابتدائي هضغط عليها وبعد كده هيبدأ يجيب لهية كل الدروس بتاعة اللغة العربية انا مسلا لو عايز اه درس زي ده انواع السياحة هيبدأ يحمل معايا جاب لهو الدرس وجاب لي يعني الصفحة اللي انتم شايفينها هي لو ضغطت على ابدأ الان هيحولنا على صفحة تانية هيبدأ بقى ايه يقول الدرس بكار عندما قرأت كتابه الصغير السياحة في مصر اهو اهو فقد عرف مثلا انواع السياحة يعني حاجة جميلة بصراحة تمام دي بقى كل المواد كل المواد وكل الصفوف لحد تانية سنوي جميل جدا احنا نرجع هنا للمنشور ده بالنسبة زي ما قلتلكم لصفوف النقل وفي مفاجأة لصفوف النقل لان مفيش امتحانات وفي بديل يعني انا هقول لكم دلوقتي على البديل المهم احنا عايزين ناخد الموضوع حتة حتة كده قالك انت هتستخدم المحتوى الرقمي ده اللي هو بقى في فيديو صور وافلام وصائقية وتمانين قموس والحاجات دي كلها احسيب لكم الروابط بتاعتها كلها في الوصف وكمان تم توفير منصة الكترونية للتواصل بين الطلاب والمعلمين خلال الفترة المقبلة الفترة اللي احنا فيها دي هيكون باستطاعة اتنين وعشرين مليون طالب موزعين على خمسة وخمسين الف مدرسة ان هم هيتواصلوا مع المعلم كما لو كانوا متواجدين في المدرسة يعني اكن الطالب موجود في المدرسة وسيتم من خلالها متابعة شرح الدروس والاجابة على اسئلة الطلاب تمام ده بقى من خلال ايه من خلال الموقع اللي فات لا ده ده موقع تاني خالص اهو هسيبه لكم برضو في الوصف ادي الموقع هيفتح معكم زي ما انتم شايفين اهو انت بقى هتسجل يا اما معلم يا اما طالب يا اما وليا امر نفترض انا طالب هضغط على طالب هكتب هنا الاسم الاول واسم العائلة في بس حاجة اسمها رمز الصف ده لازم تاخده من المعلم يعني تتصل بالمدرس بتاعك تقوله ايه هو رمز الصف هتدخله هنا وتختار اسم ليه وبرد الكتروني وكلمة سر وتعمل التسجيل مجاني هيدخلك فاكنك داخل فاصل تمام اه الموضوع ده لو عايزينه باستفادة ياريت تكتبولي في التعليقات وانا اشرح لكم شرح عملي تمام هنرجع تاني للمقالة عشان بقى نجيب لكم اهم حتة طارق شوق قال ان هو والصفين الاول والتاني الابتدائي خلاص هيتم تطبيق نظام التعليم الجديد نظام التعليم الجديد ده هيتم في الاعتماد على المكتبة الالكترونية برضو عن طريق آآ موقع هسيبه لكم في الوصف الموقع ده ده مسلا على سبيل المسال ده كتاب الصف الاول الابتدائي هيبقى شكله زي ما انتم شايفين اهو تمام اهو يعني لو حد عنده حد في قولة ابتدائي برضو هيتأكد من الموضوع ده هنلاقي هنا بقى جميع الكتب اللي احنا عايزينها وبعد كده بقى بتعمل برضو وتبدأ تسجل برضو ان شاء الله ممكن نعمل لكم شرح لو لقيت على تفاعل على الفيديو ده من اول بقى تلتة ابتدائي لتانية اعدادي اللي هو السنوات النقل خلاص قولة او تانية ابتدائي مفيش امتحانات من اول تلتة ابتدائي بقى لتانية اعدادي برضو مفيش الامتحان لن يتم اجراء امتحانات للطلاب في نهاية العام الدراسي الحالي والاكتفاء بعمل بحس مشروع يعني هيكتفوا بان الطالب يعمل حاجة مشروع كده زي موضوع تعبير بقى او مشروع على حسب المدرس ما يقول له هيروح المدرسة علشان يعمل مشروع ده لا زي ما قلتلكو هيكون هنا في الموقع ده تمام بس هيتواصل مع المدرس بتاعه علشان يدي رمز التسجيل وقدامكم دلوقتي من اول اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها لمدة شهرين قدام الطالب ينفس فيها المشروع ده بالنسبة بقى للشهادات العامة والدبلومات الفنية هيتم اجراء امتحان نهاية العام الدراسي الحالي في موعده يعني امتحان نهاية العام بالنسبة لتالت سنوي والدبلومات هيتم في موعده ده الشهادات حتى الدبلومات شهادات لكن اوله وتانية لا مع اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية ابنائنا الطلاب داخل اللجان بالتعاون مع اجهزة الدولة المختلفة الصفين بقى الاول والتاني اه اه السنوي هيتم تأجيل الاختبارات الالكترونية هم كده كده اساسا بيختبروا اختبارات الالكترونية بدون درجات هيتم تأجيل الاختبار الالكتروني التجريبي بدون درجات والذي كان مقرر اتنين وعشرين مارس هيتم عقده في موعد اخر يوم خمسة ابريل ويؤديه الطلاب من المنزل كما سيتم اجراء اختبار تجريبي ايضا بدون درجات للصف التاني السنوي في نفس التوقيت كابروفا اخيرة لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام تمام هنا بقى سيتم اجراء امتحان نهاية العام الدراسة للصفين الاول والتاني السنوي على التابلة من المنزل وسيتم تصحيح الالكترونيا وارسال نتيجة الامتحان للطلاب طلاب الخدمات بالصفين الاول والتاني السنوي تم توزيع التابلة للطلاب وسيقدون الامتحان في نهاية العام الكترونيا المنازل برضو اه نفس الموضوع هيبقى فيه مشروعات بحس طلاب زوال احتياجات الخاصة برضو تطبيق نظام اعداد المشروع اللي هو البحس مثل الطلبة في سنوات النقل الطلبة المصريين في الخارج سيتم استخدام المنصة الالكترونية والمكتبة الرقمية وسيتم تطبيق نظام المشروعات البحس وعدم اجراء امتحانات وذلك نظرا لظروف الدول المقيمين بها طيب الملخص ايه الملخص ان من اولى ابتدائي لحد تاني عدادي ما فيش امتحانات في حاجة اسمها مشروع بحس ده بديل وهيتعمل فيه المنصة دي تمام ممكن الطالب يزاكر عن طريق الموقع ده كل الدروس موجودة ممكن الطالب يزاكر برضو عن طريق التسجيل في المنصة دي ويدخل يتواصل مع المدرسين بتوع كأنه في الفصل بالزبط هسيب لكم رابط المقالة الاصلية من وزارة التربية والتعليم وهسيب لكم برضو المقالات المواقع اللي انا فتحتها معاكم دلوقتي وياريت ياريت تنشروا الفيديو دوت حد عنده واتس حد عنده فيس تنشروا الفيديو ده على قد ما تقدروا علشان في ناس قالت ان المتحانة لغة وسكت تمام لأ الطلاب لازم يزاكروا لازم يستمروا في دراسة المناهج الكترونيا بتمنى لكم التوفيق كلكم وربنا يسترها ويعديها على خير الايام اللي جاية السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة